بسم الله الرحمن الرحيم ميزة فنون بلاد ما بين النهرين هنتكلم على أهم العناصر الزخرفية وأهم الحرف والصناعات التطبيقية التي ميزت فنون بلاد ما بين النهرين لو حبينا نتكلم على فنون بلاد ما بين النهرين هم ليه سموها فنون يعني مثلا الفن المصري القديم مسمينه الفن المصري الفن الإغريقي مسمينه الفن الإغريقي الفن الروماني مسمينه الفن الروماني ليه بلاد ما بين النهرين بالتحديد سموها فنون بلاد ما بين النهرين لأن حضارة بلاد ما بين النهرين نشأت فيها مجموعة من الحضارات المتوازية اللي هي كانت موجودة مع بعضها في وقت واحد يمكن ساعات كانت إحدى هذه الحضارات بتسود باقي الحضارات الأخرى ولكن كانت دايما موجودة مجموعة حضارات في وقت واحد لو حبينا نبص كده على الشاشة معنا زي ما قلنا سميت فنون بلاد ما بين النهرين لأنها كانت أكتر من حضارة الحضارة السومرية والحضارة الأكادية والحضارة البابلية والأشورية والكلدانية أو البابلية الجديدة الحضارات دي تركت لنا أثار رائعة في العديد من المجالات سواء في تخطيط المدن والعمارة والنحط والتصوير على فكرة المدن بتاعة بلاد ما بين النهرين كانت مدن عظيمة جدا اللي كان بيرعى الفن فيها زي مصر الأديمة وزي ما اتكلمنا قبل كده في مصر الأديمة الملوك ورجال الدين نشأت الفنون دي بين الوادي اللي بيقع ما بين نهرين دجلة والفراط في العراء لذلك سموها بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين نسبة اللي وقعها ما بين هذين النهرين الحضارة دي من أقدم الترز في العصور التاريخية بعد الفن المصري الأديم يعني هي الحضارة التي تلت الفن المصري الأديم طيب ليه هذه الحضارة تلت الفن المصري الأديم الحضارة دي يعني مصر المنطقة بتاعتها كانت أكثر جفافا من منطقة العراء الأنهار في العراء كانت سائرة قوي وكانت منطقة مليلة مستنقعات مصر كانت يضوبك هو ودي النيل اللي فيه مياه وفيه مستنقعات فبالتالي نشأت الحضارة الأول في مصر القديمة وبعدها نشأت في بلاد ما بين النهرين لما حصل نوع من الجفاف شوية البسيط للوادي فبدأ الناس يقدروا أنه هما يستخروا في البلاد دي طب إيه هي العامل المؤسرة أول عامل مؤسر المؤسرات الجغرافي الفيضانات اللي كانت بتتعرض لها السهول في العراء كانت خطر شديد جدا على سكان ما بين النهرين وعلى المحاصيل الزراعية والمواشي يعني كانوا يبقوا في أمان الله كده وفجأة يلاقوا الدنيا سيول شغالة وفيضانات شغالة وأمطار مفتوحة عليهم من السماء طيب ده دفعهم لحاجة أن هم يحاولوا يعملوا عملية تنظيم للرأي والصرف وكان طبعا فيه خير كبير قوي عندهم في الأرض دي وخاصة في مدينتين نيوني وبابل الخير ده أدى أن الناس المعاصرين ديهم سموهم بأرض القمح والنبيز وأرض الحنطة والزيت وأرض الزيتون والعسل لو بصنا الخريطة دي دي خريطة هجرات الشعوب السامية نحو بلاد الرافدين الشعوب السامية زي ما احنا عارفين يعني كلها نزحت في منطقة الجزيرة العربية في البداية قبل حتى ما تنزح لأوروبا وكانت منهم الأشوريين والأرام والعلام والبابليين دي الخريطة اللي بتوضح مكان ظهور هذه الحضارة وكانت الحضارة دي ما بين البحر المتوسط وما بين خليج العربي المؤسرات الجيولوجية لو احنا تجاوزنا تلال ومرتفعات أسيا الصغرة هنلتقي بسهل بيمتد إلى الخليج العربي ويفيد بالخير الوفير شويدت فيه العمائر بالطوب اللبن المجفف أو المحروق سواء كان طوب لبن يعني طين مخلوطة بمية ومحطوطة في قالب ويسابوها الجفة في الشمس أو دخلت اتحرقت في قالب فبقى الطوب أحمر زي الطوب اللي احنا بنستعمله المباني بتاعتهم بعد ما كانوا بيبنوها بالطوب اللبن أو الطوب المحروق كانوا بيكسوها من برة بطبقة من الألبستر أو الحجر الجيري واستخدموا في تاكسية المباني دي الخزف والإيشان طبعا يعني شكل المرتفعات اللي موجودة في بلاد ما بين النهرين اللي هي تبعد شوية عن منطقة الفيادانات ومنطقة السهول عندي المؤسرات المناخية طبعا تعرض بلاد ما بين النهرين زي ما قلنا قبل كده الفيادانات والأمطار المستمرة نتج عنها برق ومستنقعات قدت لمناخ غير صحي المناخ غير صحي ده في البداية قبل ما يحصل نوع من الجفاف المناخ ده كان يموج بالحشرات والهوام والحيوانات السامة والتعابين من أجل ده ابتكر سكان بلاد ما بين النهرين أسلوب المساطب الكبرى يعني كانوا يجوا في منطقة كده يعلوها ويردموا فيها ويحيطوا الردم ده بالطوب ويبنوا فوق الردم ده المباني بتاعتهم أو الأحياء السكنية والأسور بتاعتهم لكن كان في حضارة واحدة من الحضارات بتاعتهم اللي هي حضارة أشور دي كانت بتقع في أرض مرتفعة بعيدة عن مصبات الأنهار وبعيدة عن المناخ الغير صحي ده لذلك لم تشيد في حضارة أشور هذه المساطب يعني ما عملوش الردم اللي كانوا بيعملوه واللي كانوا بيبنوا فيه بعد ما يردموا يبنوا الأحياء بتاعتهم لكن في فترة متقدمة في بلاد الفرس وبلاد الفرس من برضو الحضارات المرتبطة ببلادنا بين النهرين كان الجو جف جدا في الصيف وبارد جدا في الشتاء فده أدى إلى تشييد الأبهاء والدهاليز إيه الأبهاء والدهاليز دي؟ الأبهاء والدهاليز دي زي حاجة كده زي البواكي يعني يبقوا بنيين المدينة وفيها زي البواكي كده اللي موجودة مثلا في مصر في وسط البلد عقود كده والناس بتمشي تحتيها في الصيف عشان تحميهم من الشمس يعني مدينة متغطية بمعنى صح ودهاليز اللي هي يعني بعض الحواري الضيقة اللي هي يعني متسقافة يعني متغطية برضو عشان تحميهم من الحر وتحميهم أيضا من برودة الشتاء لو بصنا هنا ده مظهر بيمثل أحد المظاهر الخاصة ببلادنا بين النهرين المناطق الجبلية العالية والمناطق المنخفضة وطبعا وجود الجبال دي حوالين الوادي كان بيقدي عند سقوط الأمطار لفيضانات وسيول كبيرة هنا لو احنا خدنا بالنا هللاحظ ان دي أحياء من مدن من بلاد ما بين النهرين وتقريبا بالتحديد مدينة بابل هللاحظ ان الأحياء اللي على ايدينا اليمين كده فوق كلها مبنية فوق ردم ومحاطة بأسوار خارجية على أساس ان لما يحصل فيضان القرى ما تغرأش أو المدم ما تغرأش كان عندي مؤثرات دينية واجتماعية في بلاد ما بين النهرين تأثر طبعا الفن في بلاد ما بين النهرين بالدين بل وخضع له المجتمع في كثير من الأحيان سادت عندهم عقيد التعدد والأصنام والمعبودات المحلية المختلفة اللي هم كانوا بيعبدوها وكان الكهنة هم خزنة الحكمة كان أغلب الكهنة بتوعهم من الصحرة لهم القدرة على استطلاع النجوم وقراءة وترجمة الطالع وسكنوا أبراج تشبه الأهرامات ثم يترزها بالزاقورة لو نفتكر ده مرتبط بآية من آيات القرآن الكريم اللي كانت بتكلم على الملكين هاروت وماروت اللي هم كان أرسلهم الله لباب اللي يعلموا الناس الحكمة وكانوا بيعلموا الناس السحر ولما كانوا بيعلموا الناس السحر كانوا بيقولوا لا تفتن بهذا الأمر ولكن تم فتنة الناس وهم نفسهم فتن طيب نتج من ده بقى اللي هي مجموعة الصحرة اللي كانوا موجودين في بلاد ما بين النهرين تقصوا بمعبودات مصر القديمة فكان معبوداتهم لها أسماء فرعوني يعني كان عندهم آنوا معبود السماء وبال معبود الأرض واختص الأشورين بمعبود من معبودهم كان اسمه أشور وشيدوا له القصور لو احنا بصنا بقى حابنا نبص كده على التشابه اللي ما بين بلاد ما بين النهرين وما بين الفن المصري القديم هللاحظ ده في الكتابة المصمارية وكتابة الديموتيقية المصرية القديمة اللي هي بعد كتابة الهيروغليفية هللاحظ تشابه ما بين الزقورة أو المعبد بتاعهم وما بين الأهرام نلاحظ برضو شابه ما بين أبو الهول وما بين برضو بعض التماثيل في بلاد ما بين النهرين المؤسرات التاريخية زي ما قلنا اتأثر التاريخ الفني في بلاد ما بين النهرين للعصور المختلفة اللي احنا ذكرناها سابقا أهم الأطوار بقى التاريخية اللي هيمنت فيها حضارة على حضارة تاني هتلاقي حضارة سومر وأكاد دي سيطرت 3200 سنة قبل الميلاد 3200 سنة قبل الميلاد وفي بعديهم العهد البابل القديم كان من 1792 سنة قبل الميلاد لـ 1750 سنة قبل الميلاد وبعد كده العهد الأشوري والبابل الحديث ده كان من 1162 قاف ميم اللي هي قبل الميلاد وبعد كده الهيمنة الفارسية اللي هي كانت من 539 سنة قبل الميلاد لغاية 331 سنة قبل الميلاد اللي غز فيها الإسكندر أفوا الإسكندر المقدوني غز فيها بلاد الفرس نيجي بقى للزبط بتاع المادة اللي هي العناصر الزخرفية في فنون بلاد ما بين النهرين أول حاجة العناصر النباتي بما أن مصر كانت يعني حضارة من الحضارات القوية القريبة من بلاد ما بين النهرين وكان فيه ما بينهم نوع من التجارة والتبادل الثقافي فكان اتأثروا وأخدوا أشكال من ظهور اللوتس والبردي والأنتومين والأنتيمون والروزيتا وظهرت بعض الاختلافات واضحة ما بين العناصر النباتية المصرية والعناصر النباتية اللي هي الخاصة ببلاد ما بين النهرين بالبطوع بلاد ما بين النهرين زودوا البروز بتاع النقوش وازدواج الخطوط والسرامة بتاعتها لكن ابتكروا حاجة خاصة بيهم اسمها ظهرت وشجرة الهوم أو شجرة الحياة كانت مواد التشكيل بتاعتهم أغلبها من الفخار والخزف بدلا من الحجر وبعض زخارفهم النباتية كانت عبارة عن أفاريز من الجس اللي هو الجبس وبعض الخامات الأخرى المشكل أو المحفور أو الخزف الملون هللاحظ هنا واضح قوي وجلي معنا الفرق ما بين الزخارف المصرية القديمة اللي هم الأشوريين أو بلاد ما بين النهرين خدوا منها اللوتس أو البشنين هتلاحظ الفرق ما بين ظهرة اللوتس فوق وظهرة اللوتس الأشورية أو بلاد ما بين النهرين هللاحظ أن هي هي توأمها مع زدواج الخطوط وزيادة الفخامة وحدة وصرامة يعني التصاميم ظهرة الأنتيمون المصرية هي تشبه القطن كده أما اللي جنبها دي ظهرة الأنتيمون بتاعة بلاد ما بين النهرين هللاحظ الفخامة بتاعتها وازدواج الخطوط هللاحظ الرزيتة أو الزهيرة في الفن المصري القديم والرزيتة أو الزهيرة في بلاد ما بين النهرين السماء الواضحة الفخامة وازدواج الخطوط وصرامة الخطوط ووضوحها نيجي عند كده بعد كده نتكلم على العناصر الحيوانية اختبصوا بعض الحيوانات الرمزية والخرافية من الفن المصري القديم وجدت بعض الأشكال الخرافية لحيوانات تجمع بين رأس الإنسان أو الطيور وأجساد الحيوانات مثل السيران والأسود ولها مخالب الطيور احنا في مصر عندنا كانت دايما العكس تلاقي جسم إنسان والرأس رأس طائر أو رأس حيوان وكان لها مدلولات رمزية وبرضو كان لها عند بلاد ما بين النهرين مدلولات رمزية في عندهم طبعا أشكال تشبه شكل أبو الهول ومعبودات المصريين كما كان عندهم رسوم لحيوانات مفترسة قد رشق في أجسامها السهم والحراب لأنهم كانوا غويين صيد الأسود وكان يعتبر عندهم صيد الأسود ده يعني وصول الصبي للقوة وللبلوغ زي ما كان موجود فيه بلاد الإغريق بعديهم كان عندهم العناصر الهندسية أغلب العناصر الهندسية الزكروفية برضو خدوها من الفن المصري القديم يعني جماعة أنا يعني ما تعتبروش ده عنصرية للفن المصري القديم ولكن أسبقية الفن المصري القديم عن الزمنية والحضارية عن هذه الفنون جعلت هذه الفنون كلها تاخد منها الفنون دي زي ما قلنا إنها خدت من العناصر الهندسية المصرية القديمة والعناصر الهندسية بتاعتها كانت كلها بتعبر عن النقطة والخط والنقطة كان بتكبر تبقى دايرة والخط كان بيحصل له نوع من السمك ويبتدي إنه ينحني ويلف فيبقى خط منحني أو خط متعرج أو ينحني نحناء دائم فيشكل عندي شكل دايرة ودي العناصر الزكروفية الهندسية اللي خاصة بفنون بلاد ما بين النهرين نيجي للعناصر الرمزية العناصر الرمزية برضو تأثروا بالعناصر الرمزية الأديمة بالفن المصري الأديم وقلدوا بعضها وحاولوا إدفاق طابع خاص عليها فرسموا برضو الشمس المجنحة بطريقة بها اختلاف عن الشمس المجنحة المصرية كان فيها ازدواج خطوط ورسموا بعض المعبودات المصرية وأضافوا لها طابع خاص اللي هو الدأن والشعر الكسيف اللي كان بيميز أهل بلاد ما بين النهرين على شكل تموجات أو شكل فصوص نصف كروية متجورة بطريقة كانت بتدي شكل تجعدات ولو إحنا بصينا هنا هنلاحظ في الفيديو ده الزخارف الخاصة ببلاد ما بين النهرين هنلاحظ هنا التموجات اللي موجودة فيه الدأن والشعر هنلاحظ الصلابة والقوة اللي هم مشكلينها في رسم الإيد بتاعة المعبود أشور بتاعهم والإيد فيها العضلة واضحة جدا لأنه هم كانوا بيمجدوا القوة هنلاحظ برضو بعد كده اللي هي اللغة المصمرية أو الكتابة المصمرية اللي موجودة على النقش بتاعهم برضو باللاحظ حاجة برضو اللي هو ارتداء المعبودات بتاعتهم أقراط كانوا بيهتموا حتى بموضوع الأقراط واللي هي الأداة دي اللي خاصة بالعطر كنوع من أنواع اللي هي التقوص اللي هي الدينية بتاعتهم هنلاحظ بعد كده الكتابة المصمرية العلم يعني يمكن بيدين لأهل بلاد الرافدين بأنهم اخترعوا الحروف أيوة الفن المصري القديم اخترع قبلهم الحروف لكن الحروف المصرية القديمة كانت أغلبها حروف مرسومة كان يرسم يد عشان يعبر عن حاجة معينة يرسم عين عشان يعبر عن حاجة معينة لكن أهل بلاد الرافدين طوروا الكتابة من استعمال الصور إلى استعمال الأنماط المنحوطة فكانوا بينحطوها بالمصامير التي تعرف بكتابة المصمارية وأول كتابة تم تعرف عليها هي الكتابة السومرية اللي ما تمتش بصلة إلى أي لغة معصرة بحلول عام 2400 قبل الميلاد تم اعتماد الخط المصماري لكتابة اللغة الأكادية استعمل أيضا في كتابة اللغة الأشورية واللغة البابلية وكانت بتكتب يا إما في صفوف أفقية يعني تكتب جنب بعضيها بالعرض كده أو صفوف رأسي وده صورة بتعبر عن صفوف رأسية للكتابة المصمارية زي ما احنا شايفينها كده وهللاحظ إن شكل الحرف عبارة عن زي راس مصمار وليه اللي هو طرف المصمار وحسب الميل بتاعها وحسب كتابتها أفقية أو طولية أو عرضية أو ميلة أو مقلوبة كان بيحدد لغة الكتاب عايز أقول حاجة في الجزئية دي الناس دي لما كانوا بيعوز يكتبوا عقد مثلا أنا بشتري عقد من حد من جيراني بشتري قطعة من الأرض طب الناس دي كانوا بتعمل ايه الناس دي كانوا بيكتبوا العقد بتاعهم على قطعة من الطين يعني يجيبوا حتة الطين كده ويفردوها بين الشابة تفرد يعني تشبه إن الشابة بتاعة الفطير ويروح قطعها ويكتب العقد بتاع البيع وكل واحد من البائع والمشتري يعني يجيب الختم بتاعه وكان عندهم أختام كده هنشوف شكلها كتعاملة زي الرلة بس فيها أشكال برزة أو أشكال غائرة وكل واحد فيهم يختم الختم بتاعه فوق الطين وبعد كده تخش تتحرق ويبقى هو ده الصق اللي هو كان اشترى بيه الأرض أو اشترى بيه المواشي حاجة غريبة جدا انه هم في وقت من الأوقات عملوا عملة العملة دي كانت من الطين طيب راح يقولي طب ما هو ممكن أي حد يعملها لا هم غلزوا العقوبة بتاعة العملة ان حد لو كان زور العملة دي للقتل هو وأهله يعني الاعدام هو وأهله فبالتالي كانت الناس بتخاف جدا انها تعملها لانها برضو كانت لها ختم من الدولة كان من الصعب تزييفه يعني طيب لو بصينا برضو رجعنا تاني على السمات والخصائص الفنية المميزة اللي وصور بلاد ما بين النهرين اتأثروا زي ما قلنا أكتر من مرة بالفن المصري القديم والبلاد المجاورة اتأثروا بالفن الفرسي والفن الحيسي واندمجت التأثيرات دي في طبع محلي وتأثيرات الدين والأساطير وخرج من كل ده يعني اللي هو فنون بلاد ما بين النهرين اللي هما ابتكروا لنفسهم شجرة الهوم زي ما قلنا وهنشوف دلوقتي في الفيديو ده شجرة الهوم بتاعتهم شكلها ايه شجرة الهوم زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن أنتيمونة كبيرة في المنتصف الأنتيمون دي وطلع منها تفرعات كل تفرع في برضو ظهرة الأنتيمون صغيرة شوي دي شجرة الحياة ودي ميزت فنون بلاد ما بين نهرين ما ظهرتش في اي فن تاني يعني ما ظهرتش في اي فن تاني الأنتيمون كان موجود في فن المصري كان موجود في فن الاريقي الروماني والبيزنطي ولكن شجرة الهوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الفيديو المصاحب لم تشاهد بهذا الوضع في اي فن من الفنون الأخر طيب ايه الألوان اللي هي ميزة فنون بلاد ما بين النهرين استخدموا الألوان المصري القديمة واستخدموا درجات جديدة من الأصفر والأغدر زي الأغدر الزيتوني والزيتي والزمرودي وبرضو استخدموا الدهب والفضة كألوان ودي صورة بتمثل أحد النقوش اللي هي عبارة عن جسم طور وجناح نصر واللي هو راس إنسان دليل على الحكمة والجناح دليل على انه يقدر يوصل لأي مكان في الدنيا والجسم عبارة عن جسم طور اللي هي القوة التحمل وتحمل المشقة طب نيجي نتكلم بقى على الفنون التاريخية بلاد ما بين نهرين فن العمارة فن النحت فن التصوير والزخرفة الحرف والفنون التطبيقية لو كلمنا على فن العمارة استخدموا أولب الطوب اللبن في البناء وحنا هنشوف في الخلفية كده دي مدينة بابل كسيت بالقرميد الملون واستخدموا بلطات من الخزف الملون الأزرق والإشاني زي ما احنا شايفين والمزخرف زخارف برزة بأشكال تمثل الأسود وكائنات أسطورية وكسوا الأرض زي ما احنا شايفين كده بطبقة من البلاط السميك من الأحجار والمشهد والمشهد اللي احنا شايفينه ده مدخل مدينة بابل وده البوابة المشهورة ببوابة عشتار البوابة دي موجودة إلى الآن في أحد المتاحف يعني قطعة كده زي ما هي ونقلت إلى أحد المتاحف الشهيرة أنا مش متذكر اسم المتحف في الوقت الحالي هنا يعني مشهد تخيلي للمدينة كان شكلها وشايفين قدامنا اللي هي الجزء اللي كان قدامنا ده معلش يعني شغالها تاني اللي هي كان بتمثل اللي هي الحضائق المعلقة طيب نيجي نتشوف بقى معبد الزاقور اللي هو المعبد اللي هو يشبه إلى حد كبير في تكوينه الهرب قعدته كان طولها 143 أدم فيه 3 طوابق وفيه 4 طوابق كل طابق كان بيتعامل بلون مختلف ارتفاع كل طابق حوالي 18 أدم وكل طابق كان بيخصص لطبقة من طبقات الشعب يعني ممكن نقدر نشوف الفيديو بتاع المعبد الزاقورة زي ما نشايفين ده للكو من 7 طوابق كل طابق 18 أدم فيه الطبق التحت كان بيبقى فيه عامة الشعب الطبق اللي فوق كان بيبقى فيه الجنود وهكذا كل طبقة كان فيها حد لو طبقة الأمرة لغاية فوق قدس الأقداز كان بيبقى فيه الملك والكاهن وكان بيبقى موجود فيه نص المدينة ودي مدينة بابل هنروح 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 للفيديو اللي بعده اللي كان بيعبر على برضو الزاكورة وهنلاحظ الجزئية الخاصة ان كل طبقة فيه كانت عبارة عن لها لون مختلف عن الطبقة التانية هنلاحظ ان فيه طريق صاعد بيحيط بمعبد الزاكورة الطريق ده اللي كان بيطلع منه الناس وهنلاحظ ان كان فيه طريق صاعد بيطلع لقدس الأقدس مباشرة وكان بيبقى طريق طويل شوية ده كان بيبقى معمول للملك ومعمول للكهنة والطبقة طبقة الأمراء نيجي الفن النحت فن النحت السوماري برضو يعني اقتضى بالفن المصري القديم من حيث اتصال الكتلة وعدم موجود فرارات بين الأزرع والوسط في التمثال واتصال الدراع بالسدر والجانب والنظر للأمام ولكن في فرق شاسع ما بين التمثيل بتاعتنا وتمثيل بلاد ما بين النهري تمثيلنا كانت معمولة من الحجار تمثيل بلاد ما بين النهرين كانت معمولة من الطين وكاسوا التمثيل دي بصفائح من الدهب بالنسبة لتجان الملوك وكان التمثيل بتصنع من الفخار وكان يضوبك فيه أشور نحته تمثيل من الأحجار لأنها كانت قريبة من المحاجر هللاحظ هنا تمثيل صمغية من حوالي معبد أبو جيد تل أصمر حوالي 2500 سنة قبل الميلاد هللاحظ تتسم بكبر العين وتشابك الأيدي وضع الإيد فوق القلب على فكرة ده مظهر رمزي وسع العين بيدل على البصيرة تشابك الأيدي كان بيدل على أن الناس دي يعني عندهم نوع من الحكمة والوقار وأنها موجودة على أي حاجة كده تشبه الوضع بتاعنا وإحنا بنصلي هللاحظ هنا برضو في مظاهر اللي هو الفيديو ده بيعبر عن تمثال اللي احنا شايفينه ده تمثال يعني رمزي ليه رأس ملك أو رأس إنسان جسم طور التاج زي ما احنا شايفينه كده متزخر في روزيتة الدقن زي ما احنا شايفينه عبره عن أشكال تشبه تجعيد الشعر هللاحظ القرط اللي هو بيرتديه هذا التمثال هللاحظ تمثال بقى تاني يعني هنروح لتمثال تاني التمثال التاني هنشوف فيه إن الرأس رأس إنسان والجسم جسم أسد هو التمثال التاني ده هللاحظ إن الجسم بتاعه جسم أسد وليه حوافر مش حوافر بقى اللي هي الأبضة بتاعة الأسد اللي بيبقى فيها الضوافر بتاعته دي ده التمثال اللي هو بيمثل الجسم الصور ودي كتابة الصمرية اللي كانت بتبقى موجودة على جسم هذا التمثال ودي صورة للتمثال من الأمام ومن الجانب تمام هنا ده التمثال اللي هو بيمثل الطور على إدنى اليمين واللي بيمثل الأسد على إدنى اليسر طبعا دي كانت مفردات زخرفية تشكيلية على هيئة كائنات حارسة لها هيئة بشرية مجنحة وثيران وأسود مجنحة برؤوس بشرية ضخمة متوجة الفنانين ما نتسويوش تفاصيلها الصغيرة حتى في الحلقان اللي هم لابسينها وهنلاحظ أن الأجسام الحيوانية كانت لها خمس سيقام اتنين في الأمام وفي واحد في وسطهم ده كان بيدي مظهر طابع السبات والاستقرار للي يشوفها من قدام واللي يشوفها من الجنب كانت دي كأن التمثيل دي متحرك فن التصوير والزخرفة في بلاد ما بين النهرين عبر الفن الأشوري عن الحياة الحربية والاجتماعية والدينية في عصره على اللوحات والجدران المكسوة بالخزف والأخشاب المصفحة والختم وأواعد العروش وصور المعبود أشور يشارك القتال ويسوب سهامه من قوس المجنح كما صور الجنود والخيالة والفرسان والعربيات الحربية ذات العجلات الغليزة الذي يستقل لها اتنين ده صورة المعبود أشور بيحمل القوس بتاعه داخل قرص الشمس المجنح وده يعني كان بيقتل أعداء الدولة الأشورية حسب العقيدة بتاعتهم رسم الأشخاص رسم الوجه من الجانب ورسم العين كاملة وكان بيقلد الفن المصري أنه يقدم الساق الخلفية خطوة واحدة إلى الأمام مع وضع بطن الأرض كامل على الأرض وكانت الملافس التقليدية بتاعتهم عبارة عن قميص ليه كمام قصيرة متنية كده لغاية بداية الكوع وأذار بيلتف حول الوسط له أطراف مزخرفة تشبه الشراشيب اللي بتبقى موجودة في الشال هللاحظ هنا وضع رسم الأشخاص بس ده ده رسم اللي هم الأمرة والملوك اللوحات الصغيرة كانت لوحات مستطيلة مارس الفنان السوماري تعبيراته الفنية على لوحات حجرية مستطيلة أو مربعة وكانت تثبت على جدران هيكل المعابد عن طريق فجوة صغيرة بتتحط فيه وسط المعبد تثبت على الجدران نفزت بعض اللوحات من خامة الخشب وكسوها بالنحاس أو الدهب أو الصدف وده منظر لأحد اللوحات الصغيرة الخاصة بالمعابد الأشورية أو بتاعة بلاد ما بين النهري نيجي لنحة الأختام اعتمدوا نقوش الأختام على حفر الخطوط العامة والأجسام كرروا الوحدات عرف الفن بتاعهم باسم البروكيد ثم تطورت نقوش الأختام بعد كده الأختام بتاعتهم كانت عبارة عن رلة هنشوف الرلة اللي احنا شايفينها دي وده اللي جنبها اللي هو لما كان بيتختم بيها الطينة فبتطلع على الشكل اللي احنا شايفين نقدر ان احنا نشوف شكل الختم واضح والفراغ اللي موجود بتاع وضع السلك عشان يرلوا بيه الطينة دي أشكال مختلفة من نحت الأختام الخاص ببلاد ما بين النهريين هنلاحظ ان الختم هنا ختم غائر الختم غائر فلما كان بيمشي بيه فوق طبقة الطينة فكان بيحفر الأشكال زي ما احنا شايفينها كده نيجي بقى ليه الحرف والفنون بتاعة بلاد ما بين النهرين اتميزت بالمصنوعات المعدنية والفضية المنقوشة بمواضع من داخل القصر او خارج القصر وكذلك العملات المعدنية ولقد تفنم ان الساج السساني في زخرافة منسوجاته بوحدات خرافية هنلاحظ هنا الخوزة الملكية الحربية اللي كان بيلبسها الملك خوزة من البرونز وكانت بتصنع للملوك من الزهب فيها سقب للودن عشان يسمع دي يعني من المعدن هنلاحظ اللي هي المصورات واللي هي الحاجات الخاصة اللي كان بيلبسوها السيدات والملوك تاج الاميرات المصنوع من الذهب والمرصع بالجواهر والقلائد والاساور اللي كانت بتتعمل من الاحجار الكريمة والقشاني هنلاحظ هنا ده سوب من النسيج هدوم من النسيج الأشوري على الإيد اليمنى بتعبر عن النسيج والملابس الأشورية والزخارف اللي بتميزها هنلاحظ هنا برضو كاس للشرب من الفضة كذا ده كان يصنع خصيصا للملوك والنبلاء والكهنة العظماء في بلاد ما بين النهرين وده يعني كان مسبوك هنيجي في الفن الأشوري هنلاحظ الحرف والفنون تطبيقية الصناعات الخشبية بتاعتهم وده شكل العرش أو العروش الخشبية أو الكراسي اللي كانت بتصنع للملوك من بلاد ما بين النهرين من الصناعات الخشبية أيضا في بلاد ما بين النهرين العجلة الحربية أو العجلة العجلة دي اخترعت عموما في بلاد ما بين النهرين من ألاف السنين وده الاختراع اللي غير وجه العالم تقريبا لأن العجلة تجاوز استخدامها عن أنها تتركب العربيات لا كانوا بيعملوا عجلة يحطوا عليها الفخار ويعملوا الأوعية بتاعتهم فيها برضو كانت بتستخدم العجلة في الروافع أنه هو كان يعمل حبل والحبل ده يبقى على سير داخل عجلة ويرفع به ويخفف الأحمال لما يوزع الحمل ده على مجموعة من العجلات فيعني بصراحة هم لهم الفضل بعد الله في هذا الاختراع المهم اللي إلى الآن التروس اللي جوه الساعات واللي جوه الأشياء اللي احنا بنستخدمها عبارة عن عجل صغير يعني كده احنا وصلنا لخلصنا العناصر بتاعة بلاد ما بين النهرين خلصنا الحرف والفنون الخاصة بلاد ما بين النهرين لو حبينا ان احنا نراجع ايه اللي احنا خدناه النهاردة أول حاجة اتكلمنا عليها اتكلمنا على المؤسرات اللي أصرت فيه فنون بلاد ما بين النهرين اتكلمنا على المؤسرات دي كان فيه مؤسرات جرافية كان فيه مؤسرات جيلوجية كان فيه مؤسرات ثقافية واجتماعية كان فيه المؤسرات الخاصة بتأثيرات الدين والعقائد والمؤسرات الخاصة بالحكم بعد المؤسرات اتكلمنا على السمات التي تميز فنون بلاد ما بين النهرين وقلنا هم ليه سموها فنون وانها مجموعة من الحضارات المختلفة اللي كانت موجودة فيه مكان واحد واللي كانت احدى الحضارات فيهم احيانا بيكون اقوى من التانية فبالتالي بيكون لها هي الحكم لكل ارض بلاد ما بين النهرين زي الحضارة الاكادية والصومرية والبابلية والحضارة حتى الساسانية اللي هي الحضارات الخاصة ببلاد ما بين النهرين اتكلمنا ايضا على العناصر الزخروفية التي ميزت بلاد ما بين النهرين سواء كانت عناصر زخروفية نباتية او عناصر زخروفية هندسية او عناصر زخروفية رمزية او عناصر زخروفية حية او حيوانية أو العناصر الكتابية أيضا تحدثنا اليوم عن الحرف والفنون والصناعات الخاصة ببلاد ما بين النهرين تحدثنا عن الحرف والصناعات الخاصة بالخزف والخاصة بالأحجار والحرف والصناعات النسجية والحرف والصناعات الخاصة بالإشاني والخاصة بالبناء ويعني تقريبا ما سبناش أي حاجة عن هذا الفن إلا وكلمنا عنه لكن عايزين نقول لو أنت جالك سؤال دايما السؤال في المادة بتاعتنا المادة بتاعتنا تتعبر تلتين رسم وتلت نظري السؤال بتاعها دايما بيقولك مثلا أذكر الزمات التي ميزت فنون بلاد ما بين النهرين فأنا بذكر الزمات دي مع رسم وحدة من الوحدات النباتية ماشي؟ فبختار وحدة نباتية وبرسمها بختار البشنين أو اللوتس بتاعة بلاد ما بين النهرين اللي هي المزدوجة الخطوط يقولك مثلا في بلاد ما بين النهرين كان هناك في الزخارف النباتية عنصر نباتي لم يوجد إلا في بلاد ما بين النهرين أذكر هذا العنصر أو إشرح هذا العنصر مع رسم يمثله هنا على طول هفتكر شجرة الهوم أو شجرة الحياة ممكن يقولك إن في بلاد ما بين النهرين كان هناك تشابه في العنصر النحتية أو في التماثيل ما بين بلاد ما بين النهرين وما بين مصر القديم على طول هفتكر تمثال أبو الهول وتمثال اللي هو الإله أشور بتاعهم اللي هو التمثال اللي ليه جسم طور وراس ملك أو راس أشور وجناحات نسر وفي تمثال آخر منه اللي هو عبارة عن جسم أسد وجناحات نسر وراس ملك ممكن برضو يقولك مثلاً إن تكلم عن اللي هي نحت الأختان أو تكلم عن صناعة الخزف في بلاد ما بين النهرين وأهميتها كل دي حاجات بيتكلم عنها فن بلاد ما بين النهرين بإذن الله تعالى في الحلقة اللي جاية هنتكلم على فنون بلاد الأغريق أو بلاد اليونان بإذن الله تعالى وعايزكم طبعاً وإحنا قاعدين يبقى معاك ورقة وألم بتسجل بيها بعض اللي هي الحاجات المهمة اللي احنا بنذكرها عشان تنفعك بإذن الله وأنت بتذاكر لحد هنا نبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة نتمنى بإذن الله تعالى إن أنتوا تكون فهمتوا الدرس وبإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى يعني عايزين إن إحنا نذاكر كويس قوي فنون بلاد ما بين النهرين ونربط ما بينها وما بين الفن المصري القديم ونربط ما بينها وما بين الفنون التي تلتها اللي هي الفن الإغريقي والفن الروماني ونعرف مدى التأثر اللي تم ما بين هذه الفنون يعني هطلب منكم نشاط كده بإذن الله تعالى اللي يابد أن انتوا تحاولوا وتعملوه إنك تحاول ترسم عنصر نباتي العنصر نباتي ده رسم كده بمقارنة ما بين العناصر النباتية المصرية القديمة والعناصر النباتية الخاصة ببلاد ما بين النهرين عايزك ترسم عنصر رمزي خرافي من بلاد ما بين النهرين سواء كان هذا العنصر عنصر حي زي عنصر أبو الهول وتمثال الإله أشور بجسم طور أو عنصر يعني من العناصر اللي هي الرمزية الأخرى زي أرس الشمس المجنح الأشوري والمصري القديم لحد هنا الحلقة بتاعتنا انتهت وبإذن الله نلتقي على خير كامل التحية والتقدير لفريق القائم على تصوير هذه الحلقة بتلفزيون مصري وكامل التحية والتقدير اللي زملائنا ولأبنائنا الطلبة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله